موسيقى نشرة الأخبار من التلفز الوطنية التونسية نسائلها بالعنوين مهنيون يؤكدون أن النشاط السياحي بجربة متواصل بنساقه المبرمج ووكالة الأسفار التونسية تنطلق بداية من جوان في اعتماد منظومات الجيل الجديد للنقل الجو اختتام ودورة ثانية من المهرجان السلمائي الدولي ياسمين الحممات بعد برمجة ثرية احتفت بمئوية السينما تونسية اتفاق بين المحتلل الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية على وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية بعد غارة إسرائيلية أوقعت مزيدا من الشوداء الثامنة من تونسانا بكم سخب الحياة لم يخفت كصور بطاقات الزيارة تتجمل جربة المفعمة بالحياة شوارعها أسواقها تضج بالمرة والزوار في جسر من الحياة المكتظة بالتائقين إلى ذلك التنوع الثقافي الذي تقتنز الجزيرة المتنوعة يوم آخر جبنا فيه شوارع الجزيرة والتحدث مراسلنا إلى سكانها وزوارها جربة دي مع أرض التسامح ليهود وخوتنا وحنا ما نجرؤوش باش نعملوا أي حاجة معهم عايشين معهم باستحباب عنا سنين من جدود ومن عايشين معنا ناكلوا معهم ونشربوا معهم ونمشوا لجارهم عادي جدا مع تجربة والليهود أخوات عايشين تلك هي جربة أرض التسامح والتعايش والتحابب ولن تتغير ثوابتها بعملية جبانة ومنفردة لا تلزم إلا فاعلها ولا تعكس عمق الروابط الإنسانية التي تجمع متساكنيها وزوارها رسائل محبة ومودة رصدتها كاميرا الأخبار في إحدى الأسواق الأسبوعية بالجزيرة رصدت معها نسق حياة عادي لأهالي جربة بعد مرور أربعة أيام من العملية الإجرامية نحن موجودين اليوم في سوق الماء المحلول جربة كان ما صار فيه شيء هذه فهمتها حياة عادي أنت صب السوق والناس عايشة هذا السوق الرياب هذا السوق الغريب هذا ما أعطى شيء المحلول الأسبوع لك ودنيا ماشي نيفو نيفو هذه السورة حقيقية حياة عادية كل شيء عادي كل شيء كل عادة أموره ماشي أمور الخدمة كل عادة السياح موجودين السياح موجودين نسق الوفيدين على جزيرة جربا لم يتغير أيضاً وفقاً لبعض الناشطين في المجال السياحي وأكدوا أنه لم يطرأ أي تغيير على مستوى الحجوزات سواء بالإلغاء أو بالتأجيل عادية جداً 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 أحنا ما عندنا حتى تأثير على السياحة أو خاصة في حمط السوق وفي ميدون والأسواق وكل ما تم حتى تأثير سواحيات وإنها حمط السوق الأسواق الكلها معبية الطيارات طالعة هابطة الكيران معبية بالناس بكل مصدقية الله يرحم اللي مات في مسارش حتى شيء كما نشوفه في الحجوزات أشعر بالأمان هنا الأمن يقوم بدوري على أكمل وجه وكل شيء على ما يرمى وهذا ما من شأنه أن يطمئن كل من يريد زيارة جربا نرحموا على الشهداء لطاعة أبرياء لكن رأي بكل صراحة هم ماشي بلهم بشي حبطونا زادوا هزون مع نوياتنا جربا برجالها كما قلت لك ورجالها وانساها ولا بس يعني معتها سمعتها أقوى كما تواصل وكالات الأسفار المحلية والدولية وفقا للعملين في القطاع السياحي الترويج والتسويق لجزيرة جربا كوجهة سياحية آمنة ترويج لصورة حقيقية لمجتمع أثبت ولا يزال القدرة على قبول الاختلافات الدينية والحضارية تنجم تخلي ببدارك مفتوح وتمشي تخلي موتور متاعك البر وتمشي تمشي للبحر تصيف العائلة متاعك بروحها الأمن يخدم 24 ساعة وآمنة وجربا معتها ما شاء الله بكفاءاتها الأمنية شاء الله نشكرهم عندهم بذل مجهود كبير ياسر سوى حماية سوى جيش أمن ما مشكورين ولباس ما نخافوش بحول الله عملية إجرامية فشلت في المساس بأمن جربا وبسلمها الاجتماعي بفضل نجاح قوات الأمن الوطني في السيطرة عليها لتبقى جربا جزيرة للأحلام لكل أهاليها وزوارها وتعايش بين تونسين والمسلمين واليهود كان تعايشا سلميا على مر الزمن يقول والرئيس قيس سعيد الرئيس الجمهورية في جولة في شوارع مدينة ياريانا حيث اطلع على الوضع العام بالمدينة وأنصت إلى مشاغل المواطنين ومطالبهم وجدد تأكيدا للدعاءات بمعادات السامية هي محظو افتراح بداية من شهر جوان المقبل تنطلق وكالة الأسفار التونسية في اعتماد منظومة الجيل الجديد للنقل الجوي المعتمد بالاتحاد الأوروبي وهي منظومة عالمية تهدف إلى تطوير عمل وكالة الأسفار وتبسيط إجراءات الحجز وميع تذاكر الطيران استعدادا للخيرات وكالة الأسفار التونسية في منظومة الجيل الجديد المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي للنقل الجوي بداية من غرة جوان القادم انتظمت عدة ورشات للتكوين والتعريف بهذه المنظومة العالمية المتعلقة ببيع تذكر الطيران والذوابة الخاصة بالحجوزات ثلاثة حصص تكوينية واحدة في تونس والشمال والجنوب وجبنا جميع الوكالات الأسفار التي في تونس وبرك الله الخيرات كان مكثف والحضور كان كبير خاصة باش نقطروهم باش نسندوهم باش نتابعوهم باش نعطيهم معلومة صحيحة احنا والمغرب هما ما طبقناهمش عنا خمس سنين واحدا نوخروا حابنا نحافظ على قدرة شراء الوكالات الأسفار خاصة تتطلب تقنية كبيرة وتتطلب رأس مال كبير تقنية جديدة هذية باش نتعلموها الوكالات الأسفار تفيدهم على الأخر لأنهم باش يدخلوا في منظومة جديدة وعالمية وتخلينا نحن عنا قدرة نفسية وتهديف منظومة الجيل الجديد للاحتماد إلى تطوير النموذج الحالي إلى التحويلات التي ينظم توزيع الدفعات المالية وتسويتها بين وكالات الأسفار وشركات الطيران فيما يتعلق بالشراءات غير المباشرة بما يتماشى مع التنوع وتطور السريع من خلال إجراءات منبسطة وبتكلفة أقل نطمن أن الحريف إن شاء الله بيحول الله يكون مؤكد وقته وجميع معناتها حقوقه والحجوزات تكون متوفرة وهذا يكون معناتها بالمنظومة الجديدة التي ليست تفرز الوكالات الأسفار الصحيحة والتي ليست مشاكل فيها هذه الدورات التكوينية ستمكن أصحاب الوكالات الأسفار من الاستفادة من المحطيات اللازمة للتعامل مع منظومة الجيل الجديد للاحتماد لتطوير الخدمات المقدمة وتحسينها نتحدث الآن عن إنجاز علمي جديد معهد باستور تويج من خلال الباحثة أريج المسعد بالميدالية الذهبية بالمعرض الدولي لعمل فريق بحث ويتمثل في اختراع بروتين يستخدم لعلاج بعض الأمراض التي تخص العيون والأمراض السرطانية تويجت الباحثة في مخبر علوم السموم والذفان بمعهد باستور أريج المسعدي بالميدالية التحكيم من خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والأربعين للمعرض الدولي للاختراعات بجونيف كما سبق وأن تحصل هذا الاختراع على تتويجات في السنة المنقضية وزنا في نتاق الوطني بأول جائزة وطنية وبعد فما زيدا في نتاق تيكاد الوفد الاتحاد الأوروبي بتونس أعطانا زيدا جائزة أخرى هذا خاولنا بعد بش نشيركو في السالون انترنسيونال ديزانون دو جونيف التتويج كان نتاجا لعمل مشترك لفريق بحث بمخبر علوم السموم والذفان بمعهد باستور مخبر نجحة في اختراع بروتين مشتق من سم الأفعى يمكن استخدامه كعلاج لبعض الأمراض على غرار بعض أمراض العيون والسرطان معنا 35 سنة نخدمه على البروتيانات اللي هما في السموم وعنا العقارب والأفاعي دير موجودين في سكراء دونك احنا يجيبونا السم واحنا نخدم عليه مثلا السم اللي هذا خرجت منه البراءة السم هذي يتكون على الأقل على الأقل من 200 بروتيان مقصود بها هي وجود علاج للأمراض العينية الخطيرة اللي هي تنجم تكون سبب في فقدين البصر بصفة نهائية هو للتجارب ما قبل سريرية عملت الحيوان في إطار معناتها الأمراض العيونية هذية تتمثل في تكوين فوضوي للأوعية الدموية وفي السرطان نعرف اللي زيدة التكوين الفوضوي للأوعية الدموية هو فما تجارب تعملت في إطار الخلية ما زلنا ممشي نشبهيها عند الحيوان وننبلو عند الإنسان دونك تعملت اللي تثبت اللي هي عندها نتيجة به على الخلية هذية السرطانية الاختراه أثبت نجاعته وفاعليته بعد التجارب التي أجريت على الحيوان في انتظار التجارب السريرية التي ستزيد معها تباستر إشعاع نتائج به بالقدة تخلينا اليوم متفائلين اللي إن شاء الله كيف يمشي في طور الإنسان علش لا نهاري اخر يولي دواء ما مانيش في الطور هذية حاليا أكثر من 35 سنة عنا جزئنا حسب تقريب 50 موليكول وهذه الوحيدة اللي وصلت بالقدة بالقدة على خطر الموليكول هذه خرجت حتى البغوية باسم باستر وباسم تونس خاصة معناها في البلادنا وكان نهار يخرج دواء باسم تونس معناها بشيكون حاجة بهي بصراحة هذا الاختراع ينتظر مصادر لتمويل التجارب السريرية ومنها مساهمة تونس في تحسين جودة الحياة في مدينة الحمامات ومع سابع الفنون يزل سطار في هذه اللحظات على المهرجان السينمائي الدولي الدولي يسمين الحمامات في دورته الثانية مهرجان انطلق منذ سادس من هذا الشهر ويواصل المراهنة على تجديد وإثبات خصائصه وإهدافه الكبرى وعاد المهرجان هذه السنة بمسابقة مستحدثة مخصصة لأفلام الموبايل وتشمل تسعين فيلم إضافة إلى برمجة تحتفي بماءوية السينما تونسية وجائزة تمنح من قبل المجلس الدولي للسينما وتلفزيون والاتصال السمعي البصري التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ونتحول مباشرة المشاهدين الكرام إلى الحمامات مع مفادة تلفزة تونسية شادية خذير شادية بعد متابعتك لنصيب المهم من العروض السينماية ما هو تقييم المشاركين ومختلف الوفود السينماية لهذه الدورة وما هي قراءة لجنة التحكيم بالخاص للأعمال الفنية المقدمة في هذا المهرجان شادية شكرا لك قبال نحن متواجدين على السجاد الأحمر بعد قليل ينطلق حفل الاختتام حتى تبوح بأسرارها هذه الدورة الثانية اللي كانت دورة فيها مزيج من المغامرة فيها مزيج من تثبيت أسس مهرجان انطلق ليؤكد هذه العلاقة القريبة جداً بين السياحة والسينما أفلام تقريباً 12 فيلم روائي طويل ومجموعة من الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة ويحضر معنا نجيب كثير اللي هو واحد من التونسيين اللي أنا شخصياً قبال اكتشفتهم في هذا المهرجان واكتشفت العمل المتاعه يشارك في مسابقة الأفلام روائية القصيرة بفيلم يحمل عنوان ترينو نجيب كثير يعيش في لندن يعيش في تونس وهو سافر مشاه لندن لأنه كان يحب الموسيقى وبعدها مشاه إلى عالم السينما يحضر نجيب معنا اليوم في مهرجان يرجع لتونس بعد غيابه عننا فترة كيف شريت الأجواء وكيف شفت هالإقبال الكبير على السينما وهالحفلة الكبيرة حفلة الفن السابع سأعسلما نس كل عسلما نفرجين عسلما عسلما لك أنت سمعني الأجواء 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 تونسية تونسية بحتة في الحمامات أجواء سينمائية متوقعة جدا أن يكون من الناس اللي يحصدوا أفضل جوائز لأنه فيلم فعلا فيه رؤية سينمائية فيه رؤية إخراجية وهذا يخلي يعطي صورة على الشباب التونسي وعلى الطاقات والإمكانيات للسينمائيين التوينسة في تونس وإلى البرة بطبيعة هو السينمائيين التوينسة اللي حتى يبدأوا البرة كيف الأجزامبل أنت عيانا لازم يرجعوا التونس لازم يرجعوا لبلادهم الرؤية السينمائية اللي اللي تعلموا منها من برة كيفي أنا نتصور عندها البازنتاحة هو كالواحد في بلاده معناها يعني أنت شاب تونسي خرجت من تونس تعلمت وقريت ومشيت للبرة قريت سينما ورجعت لتونس عملت فيلم على تونس إن شاء الله بعد قليل يكون تتويج متاعت هذه رسالة للشباب التونسي أنه وقت لي يسافروا لبرة ووقت لي يمشيوا بالشهائد العلمية يمشيوا بفكرة يمشيوا برؤية فنية وراءوا الفن والثقافة ينجموا يزوهم إلى موراء البحار جسر هو الفن جسر نتصور أنا اللي فما دموايان صعاب بيش وحد يطلع ويعمل حازة في البلدان في الوست معناها الإكزامبل داعيانا لاندر نتصور كي تبدأ عندك حلمة كي يبدأ عندك فكرة كي يبدأ عندك موهبة تنزم تخرج بها البرة تنزم ومبعد ترزع لبلادك بطبيعة فما الموهبة أنت مشيت بالموسيقى هذا نجيب كثير هذا واحد من أسماء كبيرة تعديت على هالمهرجين هذية ويظهر لي بيش يكون المنطلق مضيحة من المهرجين هذا لأنه السينما التونسية متطورة سينما فيها الكثير من الأسماء اللي نحتت اسمها بحروف من ذهب وإن شاء الله بعد قليل يكون حفل الاختتام أنا نتوقع أنه بيش يكون حصاد قوي جدا وحصاد مشرف للسينما التونسية كالعادة السينما اللي تشرفنا في كل محفل دولي وحبيت فقط نذكر إقبال أنه تونس تعودي لمهرجين كان هذه السنة بفيلم رواي طويل لكوثرهنية بنات ألفا شكرا جزيلا لكي شادي أخذير مفادة تلفزة تونسية على كل هذه المعطيات والمعلومات وبقي صار طيبة لكم في متابعة هذا المهرجين السينما الدولي ياسمينا الحمامات إذن مشاهدينا الكرام نواصل تقديم أخبارنا أن عقد جلسة تعامل وزرية بقصر الحكومة بالقصبة أشرفت عليها رئيسة الحكومة نجلة بودن وخصصات لمتابعة مخرجات الجلسة الوزرية الأخيرة المنعقدة يوم الرابع من أفريل الفارط حول وضعية شركة الجديدة للطباعة وصحافة والنشر سنيبلا بريس واستعرض المجلس نتائج الجرد والتدقيق المتعلق بعقارة الشركة إلى جانب درسي المقترحات المتصلة بتحسين حوكمتها ووضعيتها المالية وأوسط رئيسة الحكومة في هذا الإطار باتخاذ جميع تدابير اللازمة قصد الإسرعي في بلورة تصور الأمثل للرفع من أداء الشركة مؤكدة على ضرورة تشريك كافة الأطراف المعنية نظم حزب الدستوري الحر مسيرة شعبية انطلقت من أمام اتحاد الشغل المغربي وصولا إلى مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري وذلك احتجاجا على ما اعتبره والحزب تدميرا للقطاع الفلاحي وتلعبا بأمل الدولة القومي الغذائي وسوء التصرف في الثروات والموارد المائية وانتقدت رئيسة والحزب الدستوري الحر عبير موسي تنقيح القوانين السيادية المتعلقة بالمجال الفلاحي بصفة فردية وفي غفلة من الشعب وفق تعبيرها داعية إلى مصرحة الشعب بحقيقة الأزمة المائية وإلى تقديم حلول لتعبئة الموارد المائية دوليا لأن قال مسؤولان فلسطينيان لوسائل الإعلام إن إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة اتفقت على وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية يبدأ بعد ساعة بعد ساعة العاشرة من مساء اليوم وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية دعا في وقت سابق الأمم المتحدة إلى تدخل العاجل لوقف المجازل المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والظفة الغربية في الوقت الذي تسعى فيه مصر الوسيط للحصول على هدنة بوقف إطلاق النار تضع حدا للتصعيد المستمر لليوم الخامس على التوالي في غزة استبعد الاحتلال الإسرائيلي اليوم أي وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي معاليلا ذلك بأن حركة الجهاد الإسلامي تمتلك ترسانة تضم ما يبلغ ستة آلاف صاروخ وتواصل من غزة قصف أباكين عدة ومنذ فجر اليوم جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على القطاع مستهدفا مراكز قيادة وقاذفات صواريخ لحركة الجهاد وفي منطقة دير البلح وسط القطاع تعرض مبنى الهدم الكلي جراء القصف فيما أكد مدير مستشفى شهداء لقصة أن ضربات الجوية على المنازل ألحقت ضرارا بالمستشفى ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد التواقم الطبية والمرضى بشظايا متطيرة كما أكد المصدر ذاته إصابة خمسة أطفال حالة وحدهم حرج جراء قصف طيران الاحتلال أراضي الزراعية شمال وجنوب القطاع وأمام إسرار المحتلة على سياسة القتل المستمرة كد ناطق رسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينا أن زلطة الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء محملاً الإدارة الأمريكية مسؤولية تدهور الأوضاع جراء الصمت عن الجرائم الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها مما جعل الاحتلال يتمد في عدوانه على الفلسطينيين وأشار أبو رودينا للجريمة الجديدة التي ترتكبها جيش الاحتلال في مخيم بلاطا شرق نابلس صباح اليوم وأدت لاستشهاد الشابين وإصابة آخرين لافتاً إلى ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وحمل أبو رودينا حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الجرائم الخطيرة التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية كافة محاذراً من تداعياتها الكبيرة على استقرار المنطقة وأمنها مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار ومقدساته وسيبقى صامداً وثابتاً على أرضه مهما كانت الضغوطات ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة للتدخل مع وصول العنف إلى الضفة الغربية المحتلة بعد استشهاد شاب فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية على حاجز عسكري جنوب غربي مدينة جينين في الضفة الغربية المحتلة وفي حصيراً للعدوان الإسرائيلية المتواصل على قطاع غزة فقد تم تدمير 51 وحدة سكنية بالكامل فيما تضررت قرابة الألف وحدة أخرى وأوضح المكتب العالمي الحكومي في قطاع غزة أن القيمة التقديرية الأولية للخسائر بلغت قرابة خمسة ملايين دولار إذ تعرض القطاع الزراعي جراء العدوان لخسائر وأضرار مباشرة تجاوزت قيمتها ثلاثة ملايين دولار بسبب منع تصدير أكثر من ألف طن من المنتجات الزراعية كما ذكر البيان أن وزارة التنمية الاجتماعية قدمت مساعدات إغاثية ونقدية عاجلة لقرابة مئة أسرة فقدت منازلها قالت هيئة الطيران المدني السوداني في بيان أن المجال الجوي للبلاد سيظل مغلقا أمام حركة الطيران حتى الـ 31 من مائل الجاري وضافت أنه يسثني من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاة بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص في الأثناء قال دبلوماسي سعودي أن الطرفي الصراع في السودان سيستانفان المحادثات الهادفة لتأمين اتفاق وقف اطلاق النار غدا لحد ومن المقرر أن يناقش الطرفان خلال هذه المحادثات بجدة آليات تنفيذ اتفاق أول أمس الخميس بما في ذلك خطة وصول المساعدات والممرات الأمنى وإخراج القوات من المناطق المدنية لتتطرق المحادثات بعد ذلك إلى سبل إنهاء الصراع بعد أيام من حملة انتخابية حامية تنوعت خلالها الأشكال الدعائية واشتدت فيها المنافسة بين المترشحين للسباق الرياسي والبرلماني تعيش تركيا على وقع الصمت الانتخابي في انتظار يوم حاسم لتركيا وللمنطقة عموما قبل ساعات من توجه حوالي 64 مليون ناخب تركي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية حالة من الترقب تسود المدن والبلدات في حدث محوري يضع مستقبل البلاد على المحك وصفه بعض المراقبين للشأن السياسي التركي بالمعركة الانتخابية الأصعبة التي يخوذها الرئيس الحالي رجب طي بردوغان قائد البلاد منذ ما يزيد عن العشرين عاما بزعامة حزبه حزب العدالة والتنمية بعد أن وحدت ستة أحزاب معارضة قوها لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري غدا واختارت زعيم المعارضة كمال كيليشدار أوغلو مرشحا لمنصب الرئاسة وقد استوبق توجه الناخبين لتراكل صندوق الاقتراع باشتداد حم الاستقطابات السياسية التي تجلت من خلال الحركة الكبيرة الذي شهدته خريطة التحالفات على مستوى الاستمالات الحزبية العابرة للإديولوجيات والتوجهات خاصة داخل الأحزاب الصغيرة التي تعد الورقة الربيحة التي يحاول كلا الطرفين استخدامها للظفر بالمزيد من الأصوات قصد تخطي عتبة الخمسين بالمئة في الجولة الأولى لتفدي المرور إلى جولة ثانية تحدد الفائز وهذا تصور محتمل حسب عديد المراقبين حيث تظهر استطلاعة الرأي تقارب حظوظ المتنفسين في السباق الرئاسي وتخشى المعارضة حدوث هذا السيناريو لقناعتها بأن إردوغان سيحسم النتيجة إذا ما وصل إلى جولة الإعادة التي من المفترض أن تجرى بعد أسبوعين أي فثامن والعشرين من هذا الشهر حسب تقويم الهيئة العليا للانتخابات السباق البرلماني والرئاسي التركي لا يمكن قراءته بعيدا عن مؤشرات حاسمة ستكون فارقة في نتيجته من ذلك الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فيفري الماضي حيث تؤكد استطلاعات الرأي أجريت في المناطق المنكوبة تراجع تأييد الحكومة التي يتهمها بعض سكان هذه المناطق بالتراخي في إيصال المساعدات هذا إلى جانب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تركيا مع تراجع مؤشرات اقتصادها بوصول التضخم إلى نسب قياسية وتراجع الليرة التركية مرات متتالية من عكس على مستويات المهيشة أفادت وزارة ودفاع روسيا بأن طائرات أوكرانية قصفت موقعين صناعيين في مدينة لوجانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا بصواريخ كروز طويلة المدى بريطانية الأصل وأصبحت بريطانيا منذ أمس الأولى الخميسة ولدولة تقول إنها بدأت تزويد كييف بصواريخ كروز بعيدة المدى ما سيمكنها من ضرب القوات الروسية ومستودعات الإمداد البعيدة عن الخطوط الأمامية وهي التي تستعد لهجوم المضاد كبير وقال وزير الدفاع البريطاني إنه يمكن استخدام الصواريخ داخل الأراضي الأوكرانية ما يعني أنه طلق تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم هذه الصواريخ في مهاجمة أهداف داخل الحدود الروسية المعترف بها دوليا في أخباري الرياضة على المدرب وترجل الرياضية التونسي نبي المعلول استقالته من تدريب الترجل الرياضية التونسي أمس على إثر هزيمة الفريق ضد الأهل المصري بثلاثة أداف دون رد في مباراة جمعتهم برادس في ذهاب الدور نصف نائي لمسابقة كاسي رابطات أبطال إفريقيا لكرة القدم في مباراة غابت عنها الجماهير وتخلف فيها الهوني وغيلان وبن عيادة وبن شريفية حضر حارس المرمى الصدق الدبش بخطأ قاتل منذ دقيقة ثامنة منح الأهل أفضلية في بداية اللقاء توجه فريق الأحمر بتسجيل ثلاثة أهداف ووضع قدما في المباراة النهائية لمسابقة كاسي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم هي بيت كانت مؤثرة جدا بداية المباراة تشوكري بشوكري تشوكري أول تقريبا للهدف المباراة في المباراة هذه تعرف لما تقبل هدف وبعض الوحسيات الصغيرة هي بتعمل الفاتق معنويا تكون صعب العودة نحن خاشي من وضعية كذلك في الدواء التونسي ومش ولا بد معها نبتح بالهدف بطريقة هذه كانت تقريبا للهدف على أخطاء دفاعية أول كان ممكن الترجي أقرب كان مسيطر لكن غاب لا تسييم في بعض المعنطة في بعض المرات الأهلي زادت من الفرقة لما يسمعش مع أخطاء دفاعية كما هذه الترجي الرياضي المفتقد لنجاعة لعبه الهجومية والإضافة النوعية لمحترفيه لم ينجح في تحقيق نتيجة جيدة ضد الأهلي المستفيد من خبرة لعبيه والمعزز بأفضلهم محليا وقريا كانت يصبح مستحب للأهلي وبالتالي نعتبر جمعهين عن الهزيمة كان غايا كبير وأثر على الدفاع مع المعنطة يعني جاء الغرف في كل ما كانتش في صالحنا ما هيش نهية العالم ترجي يبقى يعني قطب من أخطاء بأفريقيا وممثل كل قدمته نسية من نسيوش يحاول الديرك إن شاء الله في مصر بسيناهم بطبيعة ما هيش نهية العالم ثم قدم المقابلة تم اعتقدوا اليوم الجينب الذيني كان عامل مهم برشة وعرف كيف يصغلوا فريق الأهل لم يتبقى للترجي الرياضي في مباراة العودة بعد أسبوع في القاهرة سوى حفظ كبريائه القاري فيما سيواصل الأهل المصري الرحلة نحو تتويج ومجد قري جديد ولمزيد من التفاصيل حول مباراة الترجي الرياضي والأهل المصري انضموا إلينا مباشرة صحفي الأخبار أحمد صالحي صحبة المدرب محمد علي معالج أحمد مرحبا بكم يبدو أن هزيمة الترجي مساء أمس أثارت ردودة فعل قوية أحمد نعم إقبال أبرز الأحداث التي جدت إثر هزيمة الترجي الرياضي تونسي مساء أمس هي استقالة لمدرب نبيل معلول والاتجاه نحو تكليف مجد التروي بالإشراف على الفريق في مباراة الآلي يوم الجمعة المقبل إقبال الهزيمة ليست نهاية العالم فكل فريق مهما على شأنه معرض للهزيمة لكن هزيمة الترجي الرياضي التونسي من مساء أمس كانت هزيمة قاسية ومر بالنظر إلى الطريق التي انهزم بها الترجي الرياضي تونسي بطل إفريقيا أربع مرات وللإطلاع على أسباب هذه الهزيمة يحضر معي المدرب محمد علي معالج محمد علي كيف تفسر هذه الهزيمة؟ الهزيمة هذه أكيد لها أسبابها منها الأسباب التي نعرفها من قبل المباراة أو ليلة المباراة وهي غياب عناصر معانتها مؤثرة في الترجي الرياضي التونسي ما كانتش متوازدة في المباراة أبرزها الحارز معز بن شريفية إلى جانب غيلان الشعلالي كذلك حمد لهوني نقطة قوة هجوم الترجي الرياضي التونسي إذا شوفوا الأسباب التي طيلت المباراة شوفنا دخول الترجي الرياضي التونسي كان بطريقة سيئة في المباراة كذلك خطاء فردي من الحارس الدبشي الماما خطاء فردية فضيعة لا تليق بلاعبين يلعبونها في الترجرية التونسي شوف المسؤولية مشتركة بين إطار فني ولاعبين عليه خطاء فردية موجودة صحيح دفاعيا سواء من الحارس أو من خط الدفاع كذلك ما كانش فما روح عالية لللاعبين خاصة وترجمت بعض الفرص اللي جاءت ترجرية التونسي ما سجلهاش لكن كذلك إذا نحب نقارن أنا أن نضج التكتيك لدى لعبيه الأهلي وكما نقوله الأوتوماتيزم الموجود لدى لعبيه الأهلي مفقود بالنسبة للاعبين ترجرية التونسي هذاك عليش نقوله مسؤولية مشتركة بين اللاعبين والإطار الفني محمد أليم عالج كيف يمكن للترجرية التونسي تجنب تأثير هذا الإقصاء هو ليس إقصاء لكن هذه الهزيمة المذلة في ملعب ردس شوف هو الإقصاء معانتها ممكن بنسبة كبيرة يعني ما يشيله الترجرية التونسي بصراحة لكن خلينا نتكلمه الحقيقة هو أنه تداعيات هذا الانسحاب تنجم تكون ثقيلة على فريق كبير كما ترجرية التونسي لكن وشوفنا بعض الأمثلة بالنسبة للأندية أخرى كبيرة حتى في العالم في مستوى عالي جدا ومستوى أوروبي لكن لتفادي هذه التداعيات لازم يكون أول حاجة والحاجة اللي واضحة على العيان هو تكوين لجنة فنية من ناس مختصة ومن قدماء لعبي الترجرية التونسي محنكين في اختيار اللاعبين وانتقاء اللاعبين وخاصة الأجانب لأنه نعرف ترجرية التونسي كل مكانه أجانب لعبي الأجانب ناشحين وذو مستوى عالي كل مكان ترجرية التونسي يحصد الألقاب سواء محليا أو أفريقيا كذلك إعادة الهيكلة فنيا نتكلم على إطار فني بعد انسحاب المدرب نبيل معلول وأيضا إداريا لازم يكون أكثر انتباه لبعض الجزئيات خاصة تلعب على مستوى أفريقي نعرف السفر في أفريقيا لجنة فنية مختصة هي التي تتكفل بالانتدابات خاصة الأجانب بالنسبة للترجرية التونسي المدرب محمد علي معالج شكرا لك إقبال استقالة نبيل معلول ومغادرته للترجرية التونسي قد لا تكفي لترتيب البيت الداخلي لشيخ الأندية التونسية شكرا جزيلا لكم أحمد صالحي والمدرب محمد علي معالج على كل هذه المعلومات والمعطيات شكرا جزيلا لكم إذن توجي نادي الهلال بلقب كأس سعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه إذرت تغلوبه على الوحدة بركلة الجزاء الترجحية في مباراة نيائية انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف مقابل هدف وكان الوحدة المبادر بالتسجيل عبر الفرنسية عبد الكريم بودا ثم نجح الهلال في إدراك التعادل عن طريق علي البلهي نهاية النشرة مشاهدين الكرام هذا تذكير بأبرز مجافيها في هذه العنوين مهنيون يؤكدون أن النشاط السياحي بالجربة متواصل بنساقه المبرمج ووكالة الأصفار التونسية تنطلق بداية من جوان في اعتماد منظمة الجيل الجديد للنقل الجوي اختتام الدورة الثانية من الميرجان السليمائية دولية سمين الحمامات بعد برمجة ثلية احتفت بمئوية السليمة التونسية اتفاق بين المحتل الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية على وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية بعد غارات من المحتل الإسرائيلي وقعت مزيدا من الشوانات أشكر انتباهكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة